النظر موسيقى 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 يا عمّة هاتي ضم بلك خمسيين موسيقى 15 كيلو ضم بالخمسية ايه يعني 15 كيلو لانا لسه جاي من الجيش المخلى 80 كيلو وبشيلها برضه 15 كيلو حاجة رفها ضم بالخمسية انا اقول لك يعني ايه 15 كيلو 15 كيلو ده وزن مهم جدا كل واحد فينا مر بيه في حياته ازاي 15 كيلو ده هو الوزن اللي الام بتزيده في خلال 9 شهور الوزن ده بيبقى منقسم لحاجتين وزنك انت كبيبي ووزن الحاجات اللي بتبقى موجودة حواليناك وانت بيبي عشان تفضل عايش جوه ما تموتش فدخالهم اشالين ال 15 كيلو ده على مدار 9 شهور صعب صعب ومش صعب عشان كده انا قررت اعمل اختبار لي انا واخواتي هنجيب 15 كيلو ونشيلهم ونقف بيهم ونشوف هنقف بيهم الدقيق وهنبتع بولا يحصل لنا ايه لا 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 لمدة حتى عشر داعة ولا ربع ساعة فتخيل هم شايليننا تسعة شهور وبعد ما خلفونا شايليننا على طول والغاية دلوقتي لما كبرنا شايليننا وشايلين هممنا وشايلين من مشاكل بتاعتنا تم تيجي بقى نشوف احنا عملنا فيهم ايه اصلا بقى والله انا كنت ونا صغير في مرة بلعب بحيات بلعب مباني لاب بني دي اي حاجة عملتها ونا صغير انت افشتيني انا عايز اعترف لماما بعترف فاكري يا ماما كوباية اللي انت بتشابه فيها نسكا فيه كل يوم الصبح وصحيت فيه يوم مليتهاش معا زول الكوباية دي مضعيتش كوباية دي انا اللي قسرتها ايه يعني بما اننا ناس مقامين في الصعيد يعني ففي حفرة وفيها سياح كتير اوي وفيه خشبة في النص معدية من النص كده قولت بتعرفوش بقى ان ماما الحدي بقى تبتعرفش كوباية دي رحت فينا ومتعرفش ان القصر اتقصلة فانا كنت احب اعدي من خشبة دي رايح جاي احب اروح اجري عالخشبة دي رايح جاي سوا بعديها قبليها كنت بعملها وبعارف ان انا هتضرب لان انا مش ذاكي وان كنتش بعرف عدياري انا كنت ذاكي وبعرف عدياري اخويا كبير والديت اللي رحمها جات كانوا عاوزين فلوس يعملوا حاجة في الشارع شافتني عالخشبة دي وبتاع فقعدت قولي تعالى تعالى وبهدوء قوي وتعالى ومتخفش ومش عارف ايه وانا ماشي باتماشى رايح عمال اجري وبتاع قلت بزاقه مدرسة كتير قوي من سواء مرة عرفتي ولا مرة احشتيني فجريتنا حياتي بسرعة اول ما جابتني رايح المسكاني محطاني على الارض ونكتفاني دفع بتقولي يا ابن انت معاك فلوس وتروا يا اما عاوز ايه بس زبت كده بس زبت كده كل بيت خمس جنيه ما طلعت الخمس جنيه قدام الناس وتتعالى يعني فكات فرحانة مش عايز اقول الحصر يعني تقريبا تالت سنوية ما روحت شغل يومين مثلا كنت بزاكية معاك وكان كنت دائما بتشوفي الاجواءات من المعاصر من آخر كتاب كده كنت بتلاقي ان الى my answers مختلفة دائما عاجوات الموجودة وارا ما كنتش ذاكي وما كنتش بعرف اداري عليك انا ماء ذاكي وعاك وانا اقنعتك ان الانسر دي غلط. وانا في الاس كتير اجتكت ان الانسر دي غلط وانا بدأوا يشتكوا المعاصر ده انا مش فكر حكايات قوي لانا الحقيقة انا كنت مار أكلي مش بوهم في معاك قوي وكنت معه لأخلق من مواقف خلاص عارف يا ماما انت بتعمليلي سندوتشيت على طول المدرسة كنا انا واخواتي كبار يعني كنا بناخد العربية من وراه بس لو ايادوب بنتلع قدامه الورا وهي ركنة انا مكنتش بحب سندوتشيتتي فكنت بروح ابيعهم لزميلي وكنت باخد فلوس دي اجيب سندوتشيت من الكانتين ففي بتاع ازاز كده قدام الراكنة نفسه بتاعت المامتي ركنة فيه انا مكنتش زكي مكنتش بعرف اداري على اي حاجة رح سل العربية ناطة فينا ودخلها بتاعت الازاز هو انا ما بعرفش اعمل اي حاجة من ورا مامي بصلي ماما انا امري ما عملت حاجة من وراكي اصلا بعمل الحاجة واحكي بعدها مع بل ما اوصل البيت يعني التايمينج هو اللي بيفرق ودعمل الحاجة من وراكي حاجة اقولك اصلا شانت عارفين انه صريح جدا ما بتقفش وما بعرفش اجري اتأكد زي ان انا حتى لو عملت حاجة من وراكي حاجة اقولك على طول يعني بابقى درسيها كويس بص انا عايز لقوفه حاجة لا عايز اقولي كلسان طيبة ماما وعد ام سعيد بقى كلسان طيبة انت انت سوبر هيرو ومشير وعيد يعني حبيبتي كلسان طيبة يا احلى واجمل ام في الدنيا كلها وكل ستات مصر وهي طيبة امهات مصر من غيرك ما كنتش اتلعت الشخصية اللي قدامي دي الشخصية المغرورة جدا هابي مادرس داي وثانكيو على كل حاجة عملتها ليا في حياتي وكل السابورت اللي قدتهولي وكل الوقت اللي قفت معايا فيه كلسانة وانتي طيبة احلى ام في الدنيا دي كلها احنا لو عملنا ايه مش هنعرف نديه لك اه او نوفي الجميل اللي انت عمي، جميل ايه? انتي ربتينا وانتي خالتينا زي الفل يعني كلسانة وانتي طيبة وانه محبك قوي 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 ربنا يخليكي ليه وانتي سبتي حياتي كلها عش انت ربيني انا واخوتي وانا احنا حياتي كلها وانا عايز اقول لها يعني نفسي أشوفك نفسي أشوفك يعني نفسك تربييني ربنا خليك لينا ويديك الصحة وتوتر عمره دايما يسعيدك وبحبك قوي 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 دايما كده مربيان على طول نعم بالضبط هي ربيتنا احنا ثلاثة بس اخونا في الجيش واخونا تصوائر في الجيش وربنا يكرمو وكل سنة وانتي طيبة احلى ام في الدنيا دي كلها انتي ليك تمثال انا لو اقدر اعملك تمثال من ذهب وتعملك والله بس انتي عارفة بقى احنا من الحبك قد ايه وانتي طلعتين انا ثلاثة رجالة زي الفل وكل سنة وانتي طيبة احلى ام في الدنيا دي كلها واخري دي بقى الهدية بصي بقى الهدية انتي هتشتريها طبعا اه عشان احنا اخر الشهر ودينام لقلتاشة جدا هتشتريها واحتفل بيها اه على حسابك احتفل بيها وهنحاسبك انا قصتلك الهدية ما تلايش عايز اقولك حاجة ما في اخر الكليب والله اعظيمة كنت تزاكي ويعرف اديك اكشن خمسين 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 اهدى خمسين خمسين خلاص خمسين 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 خمسين